اشتركوا في القناة في مناسيب نهر الفرات ينذر بحرمان السكان في ذيقار من مياه الشرب الدسيم أحد أكثر الأحياء الشرقية للعاصمة بغداد ظلماً وإهمالاً من قبل الجهات الحكومية أشخاص يستقلون عجلة نوع بيكاب يستقلون على معمل أعلاف في الطريق الدولي بمحافظة بابل هذه العناوين والتفاصيل بعد الفاصل موسيقى 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 الله بالخير مرة أخرى الله بالخير رأى فتح الله بالخير أزالي اليوم أيضاً والله يعني مع أخبار البلد طبعاً التي لا تسر وما حاجة أمس أيضاً فالواحد يشعر دائماً بمكسور واهسة لكن رغم هذا إحنا دائماً نقول يعني عسى ولعل القادم أفضل إن شاء الله يا رب نبدأ إحنا موضوعنا من موضوع دائماً نحكي به كثيراً والقضية بدأت تندر أيضاً بخطر كبير ويعني هسا حالياً أمننا أمننا بفصد الشتاء أن يكون ماطراً فبالتالي يعوم ظننا قليلاً من الجفاف الذي يعني سيطر على البلاد بشكل كبير إحنا نعرف أن موضوع الجفاف هو موضوع عالمي لكن أكو ناس عندها تدابير والمفروض أن العراق بيمر بمثل هكذا مرحلة من الجفاف أو السكوت خلينا نتفق أنه أكو جفاف أكو مشكلة معينة ممكن حلها جزئياً ببعض الخطوات بعض القرارات لكن هذا الصمت الغريب من الجهات المعنية والحكومية هو اللي مؤذيننا أكثر اليوم يعني هو موضوع جديد يعني هذا متوقع هذا الشيء مدير ناحية الطار في محافظة في ذيقار في الناصرية أعلن عن توقف أحدى محطات تنقية المياه نتيجة انخفاض منسوب نهر الفرات فبالتالي ما ظل يوصل الماء إلى هذه المحطة لتنق الماء لتوصل مياه الإسالة النظيفة المفروض يعني هي طبعاً من نظيفة بالمعنى النظيفة لكن ها اللي تمشي حالها إلى المنازل اليوم توقفت وأعلن يعني مستقبلاً بالأيام القليلة القادمة قد تتوقف أو ستتوقف سبع محطات أخرى نعرف احنا هذا الموضوع أيضاً مجديد ولا غريب لكن لازم نحكي به طالما أنه هناك من صرح بهذا الموضوع الخطير مع أنه احنا أكو ناس مو بس الأهوار رح يعني اللي عايشين بالأهوار هم رح يضررون وأنه المنازل الموجودة في العديد من المناطق في ذيقار ما رح يوصل لها مياه الإسالة النظيفة أو حتى ما يوصل لها مياه بالتالي احنا أمام حقيقة كارثة إنسانية وحتى صحية كبيرة جداً على الجهات المعنية متابعة الموضوع سواء محلياً أو دولياً ما عرف لازم أكو شيء جديد احنا حتى موضوع ترشيد الماء أو عدم استهلاك المحافظة عليه أيضاً لازم يكون هناك حملات توعية كبيرة على المسؤولين اتخاذ قرارات جديدة بخصوص هذا الموضوع احنا ما ننتظر تحل الكارثة ولو هي قد حلت واحد يقول جفاف المنظر اللي جاي نشوفه من بلد كان يغرق بالمياه دجلة والفرات بات جافاً الأهوار شبه انتهت وماتت الحيوانات الثروة الحيوانية السمكية ماتت النباتات الناس هاجرت من الأهوار وهاجرت من المناطق التي تحتوي المفروض العالمياه تركت أراضيها الزراعية للموت اللي هو هجم عليها والناس يعني تعرفون أول شيء الموت النفسي الموت مثل ما واحد يقول قبل ما تموت نباتاته هو يشاهد حجم الكارثة أمامه موضوع أبداً ما صار بيوم وليلة احنا صارنا سنوات في أهل المدينة قبل ما تحل الموضوع لأن الناس المختصين قد نوها وقد حذرها من الموضوع لأنه بالعراق للأسف اللي تحل المشكلة وتنتهي يلا بعدين نفكر بالحلول التي قد لا تأتي بسهولة بعد موت كل الأشياء أتمنى أن يكون هناك استجابة أن يكون هناك يعني نشوف والله المناظر هنا الناس خطية التي تنظر إلى موت أشياءها شيء ورى شيء ثم تهاجر وتترك كل ماضيها اللي هو من أهم يعني من أهم تاريخ العراق احنا جاينا فقده بشكل سهيل وسليس ومحا جاينا قهر للأسف هذا موضوع خطير ومؤلم للغاية والحجبي مهما كان كثيرا وقليل بحقه زينا استجابة احنا اليوم ندور على استجابة من قبل الجهة المعنية هي الجهة المعنية وينها يعني شنو أولوياتها بعد ما تسلمت حقيبة وزارة الموارد المائية هم رح يجون اللي موجودين حاليا بالوزارة ويقولون والله هذه سبب تراكمات الوزراء السابقين لو احنا ما رح نقدر ننسو شيء لو بالمستقبل رح نشكل الجانب تذهب للجانب الفلاني أو الجانب الفلاني حتى بس انه يتفكون على اطلاق المياه الاقليمية او حصص المياه هذه المواضيع ما عادت انه تجدنا فعلا لانه احنا اليوم فعلا امام كارثة وهذه الكارثة انه حذروا يعني مختصين بشأنها منذ سنوات يعني لا تنسون انه مع بداية السنة انه يعني تقرير خاص بوكالة الاستخبارات الامريكية وحذرت قالت انه ترى الايام القادمة تجلوفرات ما تكون موجودة يعني حدده في الفين وثلاثين انه ماكلا دجلة ولا فرات طيب ليش انه احنا اهم نهرين بالعالم انه نمحيهن من الوجود او نمحيهن من خارطة العراق لوش نكتب بالخارطة كان هنا نهر الفرات كان زين لو كانت هنا دجلة يعني مثلا شون اللي تريدون نتسويه بالعراق بعد اكثر يعني موضوع المياه مو موضوع سهل لكن احنا بعدنا لحد هذه اللحظة نتأمل ونتأمل يطلع المسوق والله نتأمل انه الموسم الشتاء القادم يكون ممطر حتى انه على الاقل انه مياه الامطار والسيول وكذا شوية يتعوض احنا وين الخزانات اللي عندنا وين السدود اللي بنيتوها شون اللي استفادينا بالسنوات الماضية من مياه الامطار حتى بهاي سنة راح نقدر نستفاد من عنده الموسم الشتاء الماضي كان موسم قليل جدا بالامطار واعتقد هذا الموسم هم راح يكون قليل فلا تتأملون بشتاء تأملوا بحلول جذرية حاولوا تبحثون حاولوا تستعانون بخبرات اجنبية بخبرات دولية حتى انه على الاقل تطيقهم الحلول وتشوفون مع الجانب الايراني مع الجانب التركي مع اي جانب اخر تتفكونوا يهم حتى يطلقون عصصنا من المياه الاقليمية والمياه الدولية حتى توصل المياه بشكل صحيح الى دجلة والفرات ومن ثم تروح الى الجنوب اللي هو ديعاني منشوح مياه كبير جدا مو فقط بالمناطق اللي احنا سوالفنا عنها والاقضية والنواحلة انه حتى الانهر الفرعية اللي هي بدأت تجيف ايضا الاهوار اللي انتهت مو شبه منتهي لا انه هي انتهت نشوف انه شون اللي باقوا من الاهوار واللي انضمت هي الى لاحة التراث العالمي وقلنا انه راح يصير ما يصير وان شاء الله انه الهيام القادمة راح نشوف توافد اعداد كبيرة للسائحين الاجانب والسواحة الاجانب داخل العراق لكن ماكن سرعان ما انتهت وتبخرت مياهها وجفت واصبحت صحراء قاحلة نبقى بنفس موضوع المياه لكن هالمرة في الموصل مشروع ريج جزيرة اللي نفذته بالبداية او بالمرحلة الاولى شركة الفاو الكل يعرف شركة الفاو مشكورة بالتعاون مع احدى المنظمات الدولية اليون دي بي اخذت هذا المشروع وكملتها الان المرحلة الثانية من هذا المشروع متوقف طيب انتم من خليتوا يتوقف ما فكرتوا بالناس الفلح اللي موجودة في ربيعة في قضاء ربيعة واللي هو من اكبر الاقضاء اللي موجودة في محافظة نينوى ما فكرتوا بالالالاف الدوانم الزراعية اللي هذه تنتهي مجرد انه ما تتوقف المرحلة الثانية المرحلة الاولى اوكي استبشرني خير وقلنا راح تشتغل وهذا مشروع مهم جدا لأهالي ربيعة ولكل الفلاحين ومزارعين اللي موجودة واللي هما زراعتهم بالدرجة الاساسية الحنطة وشعروا من ثم انه بقيت المواد الطماطة وغيرها من الخضار هسه معاناة كبرت والأهالي بدوا يشكون ويناجدون والمسؤولين ايضا يطالبون الجهات للعليا انه بتنفيذ واكمال المشروع بمرحلة الثانية حتى الاهالي استفادوا من عنده وترجع وضع السوق بالخضروات بشكل طبيعي مثل ما كان في السنوات الماضية نروح الى ربيعة حتى نشاهد المعاناة وبعد نرجع لكم مباشرة يهدد التصحر سلة خبز العراق نينوى ومركزها الزراعي في ناحية ربيعة اذ يحرم مشروع ري الجزيرة الشمالي مئة وثمانين دونما من الارواء بسبب توقف المشروع ومضخات الماء ضمن مراحله الثلاثة الا ان المرحلة الثانية قد تحرم سبعين الف دونما تقريبا من السقي مشروع ري الجزيرة الشمالي الذي انشئ في ثمانينات القرن الماضي تضرر منه ما نسبته عشرة بالمئة ابان الحرب على داعش قبل ان تتمكن منظمة الفاو من اعادة المرحلة الاولى للمشروع لكن المزارعين فيها يعتقدون ان الزراعة والموارد المائية تتعمد تهميشهم بقطع المياه عنهم رغم عمل المرحلة الاولى من المشروع بسبب موسب الجفاف للسنتين الماضيتين لم تتوفر حصص مائية لهذه المرحلة باسم باسمي كمدير ناحة ربيعة وباسم الفلاحين والمزارعين نطالب الجهات المختصة ووزارة الموارد المائية بتوفير الحصص المائية اللازمة للمرحلة التانية لغرض قيام الفلاحين والمزارعين بزراعة أراضيهم مطالبات أهالي ربيعة كانت بإنصافهم وإطلاق العمل بالرأي والسقي لأراضيهم إسوة بمشروع المرحلة الأولى إلا أن المرحلة الثانية ما تزال متوقفة وتهدد بالتصحر أذن المواطن يناشد المزارع يناشد والمسؤول يناشد بعد منه الذي يناشد يطلع مثلا أحد الوزراء يناشد منه ناشد رئيس الوزراء رئيس الوزراء يناشد منه ورح نبقى نحن بهذه المناشدات ليش وقت أنه رح نبقى بهذه الوضعية ليش ما أنه يجينا رجل يعرف يشتغل ويعرف شنو اللي يحتاج البلد بعيدا عن ما يلتهي بأمور مرد نسول بها عشائرية ممكن خليلتهي ويترك العزايم ويلتهي بالناس اللي فعلا محتاجة وجوده بهذا المكان يعني مو اليوم أنه قاعد أحتفل اللي تسلمت حقيبة وزارية أو الوزارة الفلانية لا أخلي اليوم أجي وأول ما أستلم أنه أشوف شو المعوقات اللي عرقلت عمل هذه الوزارة على مدار السنوات الماضية خلي أجي أنه أنا أبحث مع مستشاريين مع مختصين بدراسات جديدة بتخطيط جديد بآليات جديدة شو اللي صار حتى أنه أنا ما أكرر أو حتى أبدي أخلص الناس من اللي حدث في السنوات الماضية وبالتالي ما شاء الله البارحة يمكن شفنا في أهل المدينة وكل شاهد وكل عرف أنه شو اللي يصير بموضوع مع أول ما سمعوا أنه تم التصويت على فلان للكابنة الوزارية الفلانية رأسا بدت الاحتفالات وشو اللي احتفالات ما شاء الله مبينين مبينين نحن يعني الوزير من أولها باين وبعدها أنه أنا متفاجئ من موضوع أنه شو بسرع يعني يلحقوا أنه يكتبون أغاني ويلحنوها ويغنوها ويسجلوها وتنتشر بالسوشال ميديا ويألفوا لها فيديوات عليها من تجون يعني فعلا أنه ما كسر عملا يعني نريد أن نكون سريعين بإزاع هذه المعانات من المواطن العراقي يعني أنه المسؤول الذي يجي والحاشية الذي يجوا هم يكون شوية عندهم رحمة ورأفة بالمواطن العراقي وما يبدون أنه ينظرون للمواطن به هذه النظرة وتعالباتشلو كأنه الموضوع سهل بروحته وجيته ونحن ما أكثر هذه المواضيع التي تهدف عندنا وخاصة في كل الدوائر الحكومية من يجي مدير المكتب أو يجي أحد المدراء أو يجي أحد الموظفين يقول للمواطن عادي روحت تعالي بعد أسبوع يابع أنا مستعزل لتكمل لأنه شوية اجتماعات وتعرف جاية الشيخ الفلاني من المحافظة الفلانية داي هنية وداي سلم علي داخل مكتبة وراح تطول السالفة فنتمنى من كل الوزراء ومن كل الحكومة الجديدة أنه اللي استلمت ما نعصبها بالقريب الماضي أنه شوية على الأقل أنه تشتغل بشكل جاهد حتى تقلل من معاناة المواطن العراقي لأنه احنا مريد نحكي لأنه هسبل لشنا وبالتالي ما راح نحكم من البداية وتكون عدنا حكام مسبقة الله ذكرتني بالأغاني هو بعد دمام أول يوم أغنية لعد ورا شم شهر ألبوم أغاني ألبوم أغاني حقا طيب نروح إلى بغداد بغداد يعني من نحش من نقول دائما أنه هي من تطلع دائما أنه هي من أسوأ مدن العيش الناس تزعل وأنا أقول يعني هاي الناس اللي تزعل وتبقى تتغنى في بغداد لن تشمر نفسنا الموضوع واضح يعني هي مو قصة أنه كنا نحب بغداد وكنا نحلم بلياليها لكن هذا قديم الزمان عليهم بغداد وهذا المضحك طبعا قبل أيام من قلتهم أيضا على لحد المواقع من قلت أنه بغداد يعني بيها مشاكل كثيرة بعض المناطق بيها غارقة بالنفايات أكو كم واحد قال هناك مناطق حلوة ليشمل سلطون الضوء عليها وكأنه منه هذا هو الإنجاز ترى المناطق حلوة هي هذا الشيء طبيعي البديهيات أن تكون هناك مناطق جميلة ونظيفة تسلط الضوء عليها شلون يعني هذا من البديهيات أن تكون نظيفة فمو إنجاز هذا ولا فتشي لازم نشكر الدولة عليها ترى هذا تأخذ عليها هي رواتب هي تسرق كميات كبيرة وإذا اشتغلت على كم منطقة هذا فقط حتى تخلي كم واحد يتقشمر وعباله أنه بغداد نظيفة حتى ليجون خطار هم لا يرحون إلى الأحياء الفقيرة هم يرحون إلى بعض الشوارع اللي مهدمة بها الحكومة حتى تسد مثل ما تقول مقارنة بالعالم شغلنا نصرد مو شغل حقيقي يرتقي ببغداد كعاصمة مفروض تكون من أجمل العواصم في العالم في حي ديسيام شرقية بغداد هذا من الأحياء الفقيرة المهمل منذ سنوات حتى أنا ورأفت قلت له أنا ما سامع بالشكل حي يعني شقد هذا مهمل هذا الحي شقد منسي هذا الحي شقد ناس خطية مساكين ينتظرون ممكن من انتخابات الانتخابات أنه أحد يزورهم وما أحد يزورهم مقطع الفيديو يبين تراكم النفايات قلة الخدمات إذا ما كانوا نعدامها الناس تعيش في بؤس بين الأمراض تراكم النفايات تعرفون صيف على شتاء مطر على برد على حر على كلاب سائبة على قطط على جرذان على ذباب على جراثيم على إحنا عدنا أوبئة هاي النفايات اللي نشوفها اللي هي مغطية يعني تقريبا نصف الشارع هاي على مدى سنوات شوفوا العالم مش لون تمشي ماكو شوارع أو ملامح لشوارع واضحة المنازل متعبة الناس متعبة تمشي ما بين النفايات يعني هي مساوية لها طريق بين النفايات ترى وتمشي بيها ولا هي غارقة ما تعرف شارع يعني أنا ناسا ما عرفت وين الشارع الرئيسي وين الشوارع الفرعية ملامح منطقة ماكو يعني أنت متروح إلى منطقة تعرف هذا الشارع الرئيسي هاي أفرع هاي البيوت مرتبة أنت متعرف هاي الأعمال الكهربائية شنو مبعثرة هاي السياج يعني من بالدقق متعرف الرصيف من الشارع اعتراب نفايات الناس مضطرة ان تحرق هذه النفايات هذا الحي يعني من الأحياء المفروض تكون في داخل بغداد ممكن منسية فنذكركم يا مسؤولين القديمين الجدة هي سامضاعة علينا هذا ناس عايشة بي أوادم مثلنا بشر تتنفس من هواء النفايات طبعا كي للخدمات الأخرى لكن الناس شكت من موضوع النفايات تراكم وبعد يوم ما رح يصر مطر وبالمطر تعرفون هاي تجي وتغلق المجاري وراح تفيض المنطقة وتدخل على منازل الناس إذا بيها مجاري يعني هاي إذا بيها مجاري إذا بيها مجاري والله صح حضائعة هنانا المجاري فنتمنى أن يكون هناك فعلا التفاتة لهذه الأحياء المنسية أنه حتى لا تبقى الناس يعني مركزها على كم شارع أو منطقة نظيفة في بغداد ويقل لك وقعد ينظفون أنا شنال فايدة أنا لو أنظف كل بغداد وكل المحافظات وكل المدن وكل الأزقة بحيث أشعر أن هناك من يعمل وترى هذا بفلوس يعني هم يأخذون جور على هذا الموضوع للإضافة للسرقات فما المفروض نصفق لهم ولا أنه نقول والله هم جاي يشتغلون بكم شارع عيب يعني أنه هم يشتغلون لازم يعني بغداد ما نشوف بهذا الشكل وهاي بعد شهرين احنا في انتهي السنة ويتم أيضا اختيارها بغداد من أسوأ المدن أو أسوأ العواصم نتيجة الإهمال لأن هذا الموضوع مرتبط النفايات بما تقدم المدينة من خدمات من كهرباء مجاري مدارس كل هذه الأمور هي متصلة مع بعضها طالعا أتمنى أنه احنا نتكاتف كافي أنه واحد من ينزل عن موضوع معينة اليوم ونزلنا عن هذا الموضوع يقول لا بغداد والشعراء والصور كافي هذه العاطفة اللي نشدب بها على نفسنا لن باوع فوق للقمر باوع للأرض أنه هناك مآسي على أرض الواقع تحتاج إلى نهضة كبيرة بغداد لتغيير واقعها المر المأساوي بغداد تتألم فعلا وكنا نتألم على واقعها وإن شاء الله يكون هناك تغيير قريب لهذا الواقع المر إن شاء الله ترى خلوا ببالكم أنه السنين تركض بسرعة بسرعة صح أنه غمض فتح خلصة السنة وجدتي سنة جديدة وجدتي سنة جديدة وجدتي سنة جديدة وإحنا 2025 يمكن راح تكون عندنا انتخاباتها إذا ما صارت 24 أو قبلها يعني إذا ما حدث في الظرف طارع أنه خلانا نقدم يعني ما معقول لأنه كلهم بدون سنة الـ 18 أكيد بهم من فوق سنة الـ 18 وبالتالي تحتاجون أصواتهم مو فقط حي الدسيم هؤلاء الأحياء اللي موجودة شرق بغداد يعني حي الرشاد حي النصر حي التنك غيرهم الأحياء البسيطة المدمرة بالكامل زين وأقوى من هذا الحالة المأساوي روحوا شوفوهم بلطوا لهم سووا لهم مجاري سووا لهم كهرباء وصلوا لهم المي بشكل جيد بالتالي أنه بلكي عسى و لعل أنه بالسنوات القادمة يطوكم أصواتهم وتكونون فعلا تستحقون البقاء في مثل هذه الأماكن أحنا نروح لموضوع آخر يوم الخميس الماضي قبل نهاية الحلقة عرضنا موضوع كان من الفلوجة من حي المعلمين الثانية لأحدى الشركات المنفذة لمشروع نصب أعمدة كهرباء بهذه المنطقة لكن للأسف أنه في أثناء مشاهدتنا إلها شاهدنا فوضى كبيرة جدا برمي الأعمد الكهربائية على الأرض وأيضا قاموا بقطع الأسلاك الكهربائية ورفحها بدون تحذير أو بدون أعطاء أي علم مسبق للأهالي أو لأصحاب المولدات الموجودة في هذه المنطقة والتي هي حي المعلمين الثانية في وقتها سألنا ليه شيء كذا يصير من المسؤول عنها ماكو أي استجابة لكن اليوم حتى نعرف الفوضى اللي حصلت منذ أيام واللي على أثرها يمكن رواي ناس تأذت تأذت من الخوف والقلق اللي هم عايشين به لأنه هذه الكابلات كلها كهرباء لأن هذه كلها مغذية الكهرباء المنازل فإنه كانت مرمية بالقاع الأطفال الكبار السن الشباب كل الفئات العمري هي كانت عايشة بقلة خاصة في هذه الأيام لأنه كل الكابلات هي مرمية بالشعراء أحنا ستنسول بتفاصيل أكثر عن هذه الفوضى ينضمن سيد سعد حاتم مدير الكهرباء شرق الأنبار مرحبا سيد سعد السلام سعد العزيز الله سيد سعد من هو المسؤول عن حدوث هذه الفوضى في حي المعلمين الثانية في الفلوجة ورمي الكابلات أو قطع الكابلات ورميها على الأرض مثل ما شاهدنا أيضا وجود أعمدة كهربائية مرمية بشكل مباحثر على الأرض في حي المعلمين أولا نحب من رمجكم الكريم هذا إن شاء الله ومنصدكم هذا ليتصل كل جماهير العراق طبعا لدينا مشروع محال عن طريق محافظة الأنبار تضمن هذا المشروع تهيل الشبكة الكهربائية وكذلك الطرق والمجار والأصفة من خلال بدء بهذا المشروع تمت تشكيل دائرة المهندس المقيم ومن ضمن تشكيلاتها كان هناك مهندس مقيم مشرف ورقابي على عمل الشركة في حي المعلمين الثانية في غلال فلوجة طبعا نحن إثناء سبدال الشبكة هناك موجودة ويارات مولدات موجودة مربوطة على الشبكة الهوائية القديمة في حال سبداله طبعا تم توجيه من قبل الشركة القائم مقام قائم مقام محضر المولد أنه يعطى فرصة سبعة أيام أنه يرفع الوائرات القديمة ويتم ربط كابينات جديدة وبصورة طريقة سليمة مطابقة المواصفة وزاعة الكهربائية تكون كابينة ويارات مرتبة أحسن ما كانت سابقا عشوائية كان هناك تركوا من قبل الشركة وعدم تنسيق بين الشركة وبين المولد صاحب المولدة طبعا المولدات كلها تعاونت إلا مولد واحد فور مدرسة الخنساء هو اللي صارت المشكلة سببتها يوم القميس كان هناك عدم تنسيق بين الطرفين اضطرت الدائرة يعني لتدخل بموضوع قام هذا صاحب الشركة رفع الأعمدة بعد انطاع انذار سبع تيام أبو المولد أبو المولد ما نفذ فرفع العمود وذب الويرات بالقاعد اضطرت دائرة الكهرباء إلى تدخل بالموضوع وإلى تنسيق مع أبو المولد يعني هذا تصرف من قبل صاحب الشركة المنفذة برفع العمود لأنه صاحب المولد ما استجاب للتحذير أو للرسالة التي كانت موجهة لها من مديرة ناحية من دائرة الكهرباء أو من دائرة الشركة النفسية من قائم مقام في حال أن نرفع هذا العمود وهذه الكابلات الكهربائية اللي هي أكيد موصلة للكهرباء أو لتائرة الكهربائية سقطت على أحد على أحد العوائل أو أحد المنازل أو شاب طفل رجل كبير بالسن واقف في مكانه وتعرض لخطر زين مثلا فارق الحياة نتيجة هذا التصرف بهيش حال أنه شرح تسوون انتم يعني راح تجون اتلمونه بالشركة اتلمونه بالمولد لو اتلمون نفسكم وانتم كدائرة كدائرة كهرباء مسؤولة بشكل مباشر عندما تفيد هذه المشاريع بعدم موجود مشرف من قبلكم بمثل هذه الحالات صادر عزيز احنا كل مشروع يبنيتين شبكة كهربائية نجري إجراء يحمينه من هذا العمل وهو تسليم تسليم الموقع رسميا يعني نسلم الموقع مثلا كحي المعلمين كشبكة كهربائية في حال دخول مقاول يحب أهلها يعني محيول مقاول عن طريق المحافظة يسلم الشبكة الكهربائية لمدة 6 شهر أو 8 شهر حسب المدة مالتا خلال هذه المدة هو مسؤول عن الشبكة أو أي اختصر عن طريقه قانونيا وداريا يعني هو يتحمل مسؤولية قانونيا يعني إجراء أي خطأ يصير أو أي مواطن يتأذى بالشبكة طيب نرجع لأبو المولد صاحب المولد اللي بس هو رفض مقامية شون الإجراء اللي تخذتوا بحقه يعني كدائرة كهرباء رسمية أنتم مؤكد جهة رسمية تعتبر طبع عندنا ممثل بالمشروع ممثل مهندس ممثل عنه يتابع سلامة الشغل وطريقة العمل تم تبليغنا وتم توجيه التبليغ للسيد القائم مقام القائم مقام بهذه الحالة هو أصبح هو المسؤول عن هذا الموضوع هو تم تبليغ وطاموه لسبع اتيام وحسب ما أعلن تم اتخاذ الاجراء اليوم أو يوم الخميس ونفسه تم اتخاذ الاجراء مقبل قائم مقام بحق هذا المقصر بأبو المولد صعب المولد سيد سعد يعني ليش أحس هناك تنصل من المسؤولية يعني من أن تقول إحنا ننطي وما ننع علاقة قانونيا بس إحنا خلينا نعتبرها إنسانيا يعني الموضوع أنتوا الجهة الحكومية الجهة المسؤولة على حياة الناس على موضوع الكهرباء أن يصلوا بشكل جيد إحنا ما نعتمد على شركات ولا حتى على أبو المولدة اللي قد يكون ما عنده خبرة أنا أتمنى أن يكون حتى لو إحنا تنصلنا يعني يعني حيانا على المسؤولية يعني متنصل على المسؤولية وإنما حتى لو قدمنا وعطينا المسؤولية المفروض أن يكون عيننا عليهم على الأقل يعني ليش أنا أنت المسؤولية وخلاص ما العلاقة بعد سيدة العزيزة إحنا ما تنصلنا ولا ابتعدنا عن الموضوع عالجنا الموقف وكل силь اليوم كيف؟ تم تبليغنا تم تبليغنا من قبل المهندس المشرف اللي موجود اللي احنا سمينا احنا خلينا ممثل بثناء المشروع اللي هو مهندس حسام تم تبليغنا أنه هناك تلكه من قبل الشركة وعدم التنسيق بين الطرفين بين الشركة والبالمؤلت الدخل الدار تم داكت الوقت وابنسل اليوم عالجت الموقف تم ربط الكابينة تم ربط جميع الوائرات تم إيصال تيار كهربائي تعرف يعني معالجة المباخلينات تعبر طريق طيب يوم الخميس صح ويوم الخميس إحنا تم عرضه يوم الخميس خلي أقول لك إحنا هذا الموضوع تأجل عندنا يمكن لمدة أربع أيام نتيجة سخم المواضيع اللي وصلت لنا وهناك مواضيع تعرف توصل عاجلة فكان حتى يتأجل يعني حتى يوميا نقول يمتى يطلع هذا الموضوع مع الناس يعني كان عندنا قلق كبير من موضوع الأسلاك المرمية على الأرض كنا خايفين حتى يعني نشعر بتأنيب الضمير لما إحنا نشوف أنه إحنا ما وصلنا له فتأجل إلى يوم الخميس تخيل أنه إحنا طلع بالإعلام يلا الجهات المعنية يعني أنتوا جزء منها يلا عرفتوا بالقضية إحنا ما نتمنى أنه طبعا يطلع بالإعلام المفروض أنه هذه متابعة أول بأول أنا متأدى الناس قدمت شكاوة منذ اليوم الأول أنا قلت حتى الأسلاك اللي هي تابعة للمولدات الناس خسران عليها فلوس ما عدها تحط مرة ثانية أسلاك وتبدي أسلاك وتروح لأبو المولدة يعني ما احترامنا لهم هناك كثير منهم شايفين نفسهم وما يقبل ينطوا وينطوا وما يتعاون فكان من المفروض أنه منذ اليوم الأول لا تترك هكذا الأسلاك ولا راح أتشوي أبو الشركة ولا أبو المولدة لأن أنتم أحرص المفروض من كل هؤلاء تم جهة حكومية نعتمد عليها ما نعتمد على البقية شتي العزيزة احنا تم توجيه جميع المولدات في المنطقة طبعاً هناك أكثر من المولد عشرات المولدات موجودة في المنطقة طبيعي تم التعاون والتنسيق وهي الأقلبية لكن تلك كان هناك بأحد المولدات وتم التدخل من قبل دارتنا ومع العلم أنهم من شغلنا لكن احنا تدخلنا المفروض هذا إجراء يتم عن طريق المقاول والمولد يتم نصب كابيرات دخلت الدار وحلت المشكلة في هذه المولدات هذا نتمنى أن تدخلون حتى لو كانت القضية قانونياً هي مهمكم لكن أنتم الأحرص الجهة الحكومية هي تكون أحرص نلزمها لأنها حكومية لا نستطيع أن نحكي يا أبو الشركة ولا أبو المولدة لأن أنتم تقدرون توجهوهم أنتم الطرف الأقوى بهذا الموضوع فلذلك نتمنى أن نكون هذا الكلام ليس لكم وإنما للجميع الطرف الحكومي هو يكون أقوى عند القانون أقوى ممكن معاقبة حتى أبو المولدة معاقبة حتى الشركة التي لم تنتظر لم تتعاون لم تبلغ حتى الأهالي حتى يضغطون أبو المولدة للتعاون أنتم المسؤولون أنا أحكي بشكل عام دائماً الجهة الحكومية هي التي تكون مسؤولة عن القضية لا نعتمد على غيرنا نتمنى ذلك تلامش أكيد هذا تكون هناك الجهة الوحيدة المسؤولة عن توصيل تيار كاربا هي ذات كاربا طبعاً لا خلاصة عليك أكيد إحنا طبعاً نشكر طبعاً الاستجابة لأنه إحنا يعني كنا قلقيين إن قلنا باتشر عقبة طمطر الدنيا باتشر عقبة ممكن عمال يطلعون قبل ما تشرق الشمس وما يشوفون مثل هكذا أسلاك بالأروض ممكن أطفال يلعبون بالشارع فالحمد لله أنه كان هناك استجابة قبل ما يحدث قدر إحنا نشكرك سيد سعد حاتم مدير كهرباء شرق الأنبار ونتمنى أنه مثل هكذا أمر تحل بشكل آني وسريع قبل ظهورها بالإعلام لأنه موضوع هذا بحياة ناس هذه الأستجابة ترمى بالأرض من الممكن تسبب أنها كارثة ويا ما عرضنا في أهل المدينة ناس ضرروا بسبب سعقة كهربائية أو نتلوا وهم مشايفين الكهرباء خاصة الأطفال فنتمنى أنه هذا الموضوع أنه كنا نحس بالمسؤولية المواطن أبو المولدة أبو الشركة وعلى رأسهم طبعا الدائرة دائرة الكهرباء لأنه دائما نقول هي الأقوى هي الأكثر مسؤولية هي اللي بيدها القانون إن شاء الله ما تنعاد ونشكر الاستجاب برغم أنه هذا واجب لكن في بلد ضايع إحنا من نشوق واحد يستجيب طبعا لازم نشكره لأنه هذا من النوادر من النوادر اللي يستجابون لما يتم طرحه في أهل المدينة ونحنا نرجع ونقول أنه كل هذه المواضيع اللي تم طرحه في برنامجه المدينة هي الهدف من عدها التعديل زي التقويم وليس التسقيط يعني نحن ما عدنا مشكلة مع دائرة كهرباء شرق الأنبار ولا عدنا مشكلة مع الشركة المنفذة ولا عدنا مشكلة مع بلدية سامر ولا عدنا مشكلة مع محطات دوائر الماء والمجاري اللي موجودة في ذيقار هذه كلها أنه نحاول نعرضها ونخليها أمام الرأي العام وإن شاء الله أنه توصل للجهات المعنية حتى يلقون الناس من كل هذه المعاناة اللي يعانوها رحها لسامرة كما أنه ذكرنا سامرة دوائر بلدية سامرة الناس المسؤولة في سامرة كون أنه أيضا هو قضاء بمشاكل كثير حال حال بقية الأقضية والنواحي وأيضا مراكز المدن اللي موجودة في كل المحافظات العراقية ملف الكلاب السائبة واللي يتحدثنا بي يعني مرات عدة وناشدنا بجهات المعنية وطرحنا في أكثر من حلقة ونحن بين حلقة وحلقة لازم أنه نمر على ملف الكلاب السائبة وإشلون معاناة الأهالي وإياها لكن لحد هذه اللحظة ما استمعنا أو ما شاهدنا أو ما وصل لنا أي رد من قبل الجهات المعنية بشأن هذا الملف لكن يبقى الملف هو على حطه ويمكن تزيد معاناة الأهالي بسبب وجود أعداد هائلة من الكلاب السائبة والمسعورة داخل المحافظات العراقية في صلاح الدين للإنسا وأيضا في سامرة بالتحديد أن الأسابيع الماضية أيضا كمحالة وفاة صارت أنه 2 تقريبا أو 3 بسبب الكلاب السائبة اليوم أيضا معاناة الأهالي وخاصة بعد ما أنه بعض الأهالي اللي بدأوا يتخلصون من هذه الكلاب المسعورة والكلاب السائبة بيقتلها داخل الأحياء أو في ساحات اللي هي تكون مكابل النفاة أو موجودة بيها التراكم كبير للسكراب وأيضا بقايا النفايات بهذه المناطق تم قتله لكن يبقى بنفس مكانه ما يرفعه بعد ما تم قتله واللي يرفعه يقوله كان وين أوديه هو راح أخذه قابل أدفنه بالمكة بما النفاة هو أصلا المكان اللي راح نشاهده بالفيديو هو تحول إلى مكة بنفاة لكن أنه المعيب بهذه القضية كلها أنه هذا ما دخلت سامرة المفروض أنه هذه المدينة تكون من أهم المدن كون أنه أيضا تستقبل الكثير من سواح بالعتبات المقدسة اللي موجودة في سامرة أيضا أنه هناك مدرسة للأطفال ونشوف أنه نحن كثرة الأمراض وتلوث البيئة اللي موجود وخاصة الأطفال يكونون أكثر عرضة لإستقبال هذه الأمراض والأوبئة ليش هذه المشاكل كلها تزيد نتيجة إهمال دوائر البلدية والجهات المعنية إذا كان بملف الكلاب السائبة أو تراكم النفايات اللي موجودة في كل المحافظات العراقية دعونا نشوف الفيديو ونستمع لشخص اللي رصد هذه الحالة وبعدها نرجع لكم باشرة السيد قائل مقام مدينة سامرة مدير البلدية المحترم أرام أنظاركم هذه المدخل مدينة سامرة منطقة تبقى لها هذا عبارة صاير عن بزل بمياه آسنة وعلى الحملة من قتل الكلاب السائب هذه الكلاب أقتوله ومكانه بلنهاج قد السبب هذا مدخل مدينة هذا الشارع العام وبالمناسبة هذا مقابل مدرسة ابتدائية لأن الأمراض بسهولة تنقل عن طريق الحشرات لأن السبب منها كارثة بيئية وصحية نحن في غنى عنها فأرجو أن يتم طمر هذا المكان طمر صحي تخليص المنطقة منها أمام أنظاركم وأن المعالجة تكون سريعة جدا طبعا هذه الحالة مو جديدة ولا هي الأولى في سامرة ولا أيضا هي الأولى في بقية المحافظات العراقية هذه الحالة موجودة ونحن قبل قليل أيضا أعرضنا موضوع في العاصمة بغداد وفي أحد الأحياء الشرقية من بغداد موضوع النفايات وتراكمها في كل المدن العراقية أصبح شيء طبيعي جدا أما موضوع الكلاب السائب أيضا أصبح شيء طبيعي جدا لأنه لحد هذه اللحظة الجهات المعنية لا قادرة أن تشيل هذه النفايات وترفح هذا الكم الهائل من النفايات ولا أنه قادرة تخلص الأهالي من موضوع الكلاب السائب فراح يكون اجتهاد من قبل الأهالي كي يساوي يشوف كلاب سائب موجودة عنده من منطقته بالفرع مال يحاول أنه يجمعون شباب منطقة ويخلصون أنفسهم ويخلصون أطفالهم من الكلاب أو من الخوف الذي عايشه بسبب هذه الكلاب يقومون أن يقتلوهم فياريت أن يكون أكو اهتمام من قبل الجهات المعنية من قبل السادة المسؤولين الجدد في الحكومة العراقية ولو أنه سيقولوا على كيفكم وإننا نحن هسه بدينا ما صارنا يوم أو يومين لكننا نحن من هسه نقول لكم بهذه المواضيع ونترح عليكم نتمنى أن نتوصل لكم حتى تشتغلون بشكل سريع وعاجل لتخلص الأهالي من هذه المعاناة بسبب الإهمال المتعمد وعدم التخطيط للسنوات الماضية ولا حتى أن القادمة راح نشوف تخطيط من عدتكم وبالتالي نتيجة عدم التخطيط وصلنا لهذه المراحل المأساوية هذا المقطع بيه أكثر من شغله يعني مياه الآسنة اللي هي راح تفتح لنا موضوع المجاري اللي أمس احنا حتشيني بيه وراحوا أربع شهداء نتيجة تأخر وتلك مشروع مجاري سام الراء وفقدنا طبعا نتيجة الفساد التأخر أربع فقدناهم بالإضافة إلى الخامس اللي فقدناه قبل سنة ونصف البارحة كانت مفاجعة كبيرة وصار يومين مفاجعة كبيرة ثلاثة من الموصل والرابع من سام الراء اللي دخل ينقدهم فهذا باب راح يفتح هذا المقطع البسيط هذه السكراب ما عرف شنو هاي الموجودة في هذا المكان مقابلها مدرسة الشهيد عبدالخالق بسام الراء طيب شنو مقابل المدرسة هذا المنظر ليش هذه السكراب بالشارع هذا شنو المنتابع من يرمي هذا السكراب بالطريق بالإضافة طبعا إلى موضوع أنه قتل كلاب بهذه الطريقة ورميها بالمياه الآسنة لو بقين الكلاب أفضل بكثير من ما أنا أقتل الكلب وأرميه بالمياه الآسنة اللي راح يتعفن ورح تزيد الأمراض وتزيد الدبا ما يعني الموضوع أنا أحل شيء وأفتح مشاكل أكبر أتمنى أن يكون هناك فعلا حملة حقيقية للقضاء على الكلاب السابع لكن بطريقة أيضا إنسانية مؤكدة قدام العالم وبعدين ما أشيلها والأطفال يشاهدون العملية المجزرة اللي تصير مو بهذه الطرق العالم عندها الف طريقة وطريقة تعلموا من العالم على الأقل على عموم بقية الموضوع عند كاملة باشر هذا كل مكان عندنا اليوم فيه للمدينة نتمنى دائما نلتقى على الخير والمحبة والسلام وعلى وطن سالم ومعافوة ومنتصر فيما الله إذا وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم إلى اللقاء